خلونا مشاهدين الكرام نروح أولاً لأول أخبارنا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تيري بلسكوجة الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك إي أس إي النرواجية بحضور الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كما شارك في الاجتماع مايكل تورد عضو مجلس إدارة الشركة ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة بالإضافة إلى هلدة كلمستدال السفيرة النرواجية بالقاهرة وأصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتيك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين والوقود الأخضر بمصر من بينها مشروع إنتاج الهايدروجين الأخضر في العين السخنة والذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تنتج الهايدروجين الأخضر خلونا نشوف مشاهدين الكرام مع حضرتكم هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ريي بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك إي أس إي النرويجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كما شارك في الاجتماع السيد ميكيل تورود عضو مجلس إدارة الشركة والسيد محمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة بالإضافة إلى السيدة هيلدا كليمتزدال السفيرة النرويجية بالقاهرة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتيك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين والوقود الأخضر بمصر ومن بينها مشروع انتاج الهايدروجين الأخضر في العين السخنة الذي بدأ الانتاج بالفعل للمرحلة الأولى لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهايدروجين الأخضر ومشروعي الانتاج المشترك للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار وفي ضمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ومشروع الانتاج المشترك للميثانول الأخضر في ضمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة النرويجية أكد خلال اللقاء لالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات وأضاف الجانب النرويجي أن هذا الدعم المصري الكبير لتسهيل مناخ الأعمال يقابله من جانبهم حرص أكيد على بذل أقصى جهد لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمساهمة في الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة للطاقة الخضراء والمصدرة لها بما يجعل مصر وجهة ومحورا للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية ومركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر والذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني مشاهدين الكرام زي ما احنا شايفين هناك تعاون كبير بين مصر وبين الدول الكبرى وأيضا الدول على مستوى العالم وطبعا في تعاون احنا شاهدنا بين مصر والنرويج فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين الأخضر مما يجعل النصر مركزا إقليبيا لتداول الطاقة في المستقبل وحنا شفنا طبعا دور مصر والدعم الذي توجهه من أجل دعم مناخ العمل وبزل أقصى جهد في هذا الإطار من أجل أيضا نقل التكنولوجيا والاستثمار وتبادل هذه الاستثمارات بالشكل كبير مع النرويج وغيرها أيضا من الدول هذا بالإضافة أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص وشركات ريادة الأعمال في هذا المجال